حقيقة عادة مع دكتور حسن حسن أننا كده عادة في محاضرة خصوصية يعني شبكة طرق بتترسم قدامنا ومعلومات وأرقام ودلالات حصلت في السنوات القليلة الماضية خلينا نفرح ونتطمن وكان سؤالي حالتك دكتور قبل الفاصل عن شبكة السكك الحديد احنا كان عندنا برضو واحدة من التحديات المزمنة في حياتنا سكك الحديد وازاي هي فيها بعض التحديات وكمان قديمة متهلك ايه الجديد اللي حصل في الشبكة؟ يعني سكك الحديد كان بها كثير من التحديات لما نتكلم عن قبل 2014 كانت سكك الحديد مديونة ب55 مليار كانت على شافة الانهيار عندنا جرارات بقالها 45 سنة شغالة إصلاح وعمارات أصبح غير مجدي فكان لابد من إحلال وتجديد لهذه الشبكة دولة اشتغلت في مشروع قومي للنهوض بالسك الحديد من خلال إصلاح البنية الأساسية وتحويل نظم التحكم والإشارات إلى النظام الإلكتروني لتقليل الاعتماد على أنصر البشري تدريب كمان الكوادر اللي موجودة في السكة الحديد لكيفية التعامل مع التكنولوجيا الجديدة لأن احنا عملنا برضو صفقة تعتبر الأكبر في تاريخ السكة الحديد لشراء جرارات وعربات لنقل بضاقة ونقل ركاب كل هذه الأمور أدت إلى إمكانية استمرار السكة الحديد في تقديم الخدمة لأن بدون ذلك لم تكن السكة الحديد قادرة على الاستمرار ومن هنقفلها فكان لابد من هذا الإصلاح الجذري اللي قام بيد دولة من 2014 طبعا نقول برضو أن السكة الحديد بيبلغ أطوال السكة الحديدية 9500 كيلو وده من منذ أن أنشئت لم يطرق عليها زيادة في أطوال السكة الحديدية على الرغم من الزيادة السكانية المضطردة اللي وصلنا دلوقتي الـ 103 مليون نسمة وهذه الزيادة المضطردة تتطلب أننا يكون عندي بنية أساسية تواكب هذه الزيادة وهل ده مخطط أو حصة الفعل؟ طبعا نحن شغلين على الأرض دلوقتي في عدة مشروعات منها المشروع الإل الأرطي أو القطار الكهربائي الخفيف مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل ونتكلم بقى عن القطارات الكهربائية السريعة يعني عندنا ثلاث خطوط للقطارات الكهربائية السريعة من الآن السخنة حتى مطروح خمسمائة وتمانين كيلو من السادس من أكتوبر حتى مش بس بقى أسوان أبو صنبل بطول ألف مئة وستين كيلو غرب النيل الله أطر يروح أبو صنبل يعني بفي طريقة تانية غير مباشر يعني عندنا كمان ربط الغرداء أبو الأسر 222 كيلو هذه الخطوط تعتبر طفرة ونقلة نوعية لأن سرعة هيبقى فيها القطارات السريعة اللي بتمشي بسرعة تشغيلية 230 كيلو في الساعة أستطيع أن أنا من هنا الأسوان أوصل أربع خمس ساعات أكون وصلت أسوان كل هذه الأمور يعني مطلوبة ما هيش رفاهية أو حاجة زيادة لأن أنا علشان أقدر أن أنا أدعم مشروعات التنمية للدولة حطاها زي ما قلت لحضرتك هي مش مجرد تعالى نعمل مشروع هنا ولكن في خطة مشروعات أنا بعمل شبكة النقل اللي تخدم مشروعات التنمية للدولة فكان لابد أن يكون عندي هذه الخطوط على وعلى أن دي هيكون لها مرضود كبير وجيد في نقل البضاقة لأن هيكون على هذه الخطوط خطوط نقل البضاقة بسرعة قد تصل إلى 120 كيلو في الساعة يعني معناها أن نقدر أنقل كونتينرز من المواني البحرية إلى المواني الجافة إلى المناطق اللوجستية إلى مناطق الإنتاج علشان خطر الخطوط دي كمان بتمروا بالمدن الجديدة زي العاشر من رمضان وزي نتكلم عن النبرية نتكلم عن السادات نتكلم عن كثير من الست أكتوبر نتكلم عن المناطق الصناعية اللي ممكن يبقى فيه نقل مباشر من المواني إلى المناطق الصناعية هو ده بالضبط النقل من أجل الاستثمار أو من أجل الاقتصاد من أجل الصناع